أخيراً نزلوا التلفونات الجديدة من شركة جوجل البيكسل 8 برو والبيكسل 8 وعندنا أيضاً الساعة جديدة موجودة عليها باللتي إي والما فيها الالتي إي سنعمل الآن أمباكسين على كل هذه العربية الألوان كلها لديها البيكسل 8 برو وأيضاً أربع ألوان ومع واحدة منهم تكون فيها التي إي للبيكسل واتش 2 البيكسل 8 العادة وكما لدينا البودز برو باللون الجديد الفاغ مسميينه يلا هذه ستكون أحسن أمباكسينج تشوفوها على الإنترنت على تلفونات جوجل في سنة الثلاثة 2023 أنا طاري شكراً جزيلاً على كل الناس للمشتراك دعونا نبدأ هذا الأبك أمباكسينج عملوا اللايك وسترجلوا على الكنال حتى دائماً دائماً تعفوا لما نزلكون فيديوهات جديدة الدائما هنا التلفونات والساعات الموجودين عنا عنا ثلاثة ألوان هنا للبيكسل 8 برو عنا الأزرق هنا البي كولر عنا البورسلان الموجود تحته هنا أيضاً وآخر شيء عنا الأبسيدين اللون الأسود الموجود عادة هذا المنزلوه هذا اللون الوحيد الذي يضل من السن الماضي يغير اللونين التهينين كان عندهم أبيض واللون كما يسمونه ما نسيتش اسمه والله لكن هذا كان التلفونات اللون الجديد كان عندنا هنا السماعات جديدة هؤلاء اللون الفاغ يعني تقريباً أخضر وعنا أيضاً البيكسل 8 موجود لهذا التلفونات العادة نستطيع أن نقوم بعمل له الانبوكسي آخر شيء هنا عن الساعة لدينا نوعين لدينا النوع الذي يقلبه LTE وليس لديه LTE الأسود على الأسود يعني أن الساعة سوداء والبان سوداء لدينا الأزرق على الفضة موجود عليها وعنا هنا هي لديه LTE وعنا أيضاً موجود البيكسل 2 العادة هذه الكريم على الفضة وآخر شيء هذا الأخضر على الذهبة معمولة مثلاً هذه معمولة خصوصياً للبيكسل 7 برو من السنة الماضية إذا كان لديكم هذا التلفونات ولم تخلصوا منه هذه ستكون جميلة لكم ولكن دعنا نبدأ لنفتح كل هذه العادة ونرى الشغلية الحلوة فيها قبلنا الساعة كما أخبرتنا عنهم لدينا 4 ألوان موجودين هنا الأسود أنا أصدنا أن أستعملهم كم جمعتين ونزلت فيديو على الكنار الإنجليزية ولكن هناك الأسود على الأسود يعني أن الساعة سوداء والبان تعيتها سوداء لدينا الفضة على الأزرق لدينا الأبيض على الفضة وعنا هنا كأنه يذهب تقريباً ولكن يسمونه هايزل على الأخضر لذا عندما نرى الساعة نرى كثيراً جميلة الشغلة كثيراً منيحة فيها أنه صار نفس الشيء مثل ما رأيتنا على السنة الماضية نفس الحجم نقوم الزر ندورها لنفتح كل شيء يمشي مضبوط يمكننا أيضاً نستعمل كل التطبيقات كل التطبيقات لديهم لدينا الفيتبت نقوم الزر نقوم الزر نقوم الزر نقوم الزر نقوم الزر نقوم الزر بالنسبة لي بالنسبة لي هذا الرسط ليس كثيراً كثيراً مثل الساعة العادية ولكن على القليلة تعمل كثيراً منيحة واللون أسود على أسود موجود هنا غيروا أيضاً النظام كيف نفتح العلبة السنة الماضية كانت تفتح العلبة مثل كثيراً الآن نفتح كثيراً كثيراً نفتحها ونرى مظبوط في الساعة هذه الزرقة فضة على أزرق كما ترى والفرق بين الزرقة شكلناً كثيراً كثيراً كما ترى كما ترى كما ترى كما ترى كما ترى عيد اليمين والعيد الشمال عندما نستعملها أيضاً يجب علينا البند الثانية الطويلة الموجودة عادة في العلبة ستكون قصيرة هذه نستطيع أن نضعها على إيدنا خاصة إذا تستطيع أن تضعها الشجر موجودة على الجنب الشمال وهذا الشجر غيرها من السنة الماضية الشجر وكما ترى الكباسات تضعها هنا وعلى الجهة الكراون تضعها وتضعها وتستعملها بسرعة وتستعمل USB-C تضينا على القليلة تقريباً 24 ساعة مع Always On مع الشاشة الأساسية ولكن إذا تضفوها كما أعملها وتستعملها 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 لنهار ونصلاً البطارية أصبح كثير منيحة الحاسوب جديد من Qualcomm 2 جيجابايت 3 جيجابايت 32 جيجابايت للذكرة كثير منيحة ومهضومين آخر شيء أريد أن أعطيكم هذا اللون الهيزل ونضعها بعدين بالعلبة هذه الهلبة كما رأيتها من قبل جميلة جميلة وتستعملها 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 وشكلها جميلة وهذه شكلها جميلة هذا اللون مثل التليفون كما رأيتها من الماضي Pixel 7 Pro هذا الهيزل على اليمين كما ترى شكلهم كانوا معمولين لبعض لكن شكلها جميلة وهذه مننا LTE وهذه كما أخبرتكم منظرهم من برا لا تستعملوا الفرق الفرق بقلهم أنه يستعملوا LTE والتي يجب أن تعملوا عليها التشريك في شركة التليفون كتليفون خاص لها وبتوصلوها على التليفون بالتطبيق وغير هيك كما تستعملوا جوجل فت وكل هذه الشغلات المظبوطة كما تحدثنا بالقبل هنا عندما نقبس على الفت آخر شيء تعطينا المعلومات تعيد النهار ونستطيع أن نرى كل المعلومات ونستطيع أن نرى كما تلكم شكلها جميلة ولكن يجب أن تفتحوا على ساعة ثانية ولكن على القليلة حلوة كل هذه التليفونات الموجودة قدامنا Pixel 8 و 8 Pro ولكن دعنا نفتح السماعات Buds Pro هؤلاء كما أخبرتكم السماعات هنا لا تغير شيء غير اللون نزلوا لونين جديد عندما نزلوهم هنا لذا نفتح العلبير هنا نفتحها ونظر السماعات كما نرى السماعات سترى شكلها جميلة تصحبها لبرا وهذا نرى اللون الجديد اللون الجديد فوق شكلها جميلة سماعات صغيرة كما تستعملها كل الإمكانيات التي كانت موجودة من قبل من شركة جوجل موجودة في قلبها هنا تتشرج بالوائرلس والوائرد موجودة إلى تحت لديها وزن مضبوط وهناك أيضا مغناطيس لتقدر تمسك على الأشياء ولكن شكلها جميلة وتقدر تستمتع فيها كثيرا لونين Buds Pro من شركة جوجل هؤلاء هؤلاء Pixel 8 Pro لدينا الأزرق وبي لدينا الأسود لدينا الأسود كما يستعملوا في مينكرافت ويدينا أيضا البورسلان كما يوجد الأبيض يوجد على الكريم كما تريبا خفيف منه لدينا الأسود لدينا هذه الألوان تقوم بها مع الغطة وفايزر كما رأينا في السن الماضي كان لدينا هذا الهيزل هذا الهيزل على Pixel 7 Pro لا يكملونه هنا على 8 Pro لكن يوجدون أحد قريب منه على Pixel 8 كما نرى هنا هذا الهيزل وهذا اللون جديد وغير اللون قليلا بطل كأنه فاتح صار أغمق قليلا وزبط اللون إلى فوق كأنه تقديم رصاصي قليلا مع الهيزل ولكن سنبدأ بالPixel 8 لأنه هذا سيكون الوحيد هنا ثم نعمل الأزرق ثم نعمل الأسود ثم نعمل البورسلان هذه هي العلبة مثل ما قلت لكم هذا هو الPixel 8 الPixel 8 العادة لأن اللونين الموجودين لدينا الألوان تستطيع أن ترى عدة اختيارات لكن الشيء لا يرى لأنها لدينا كاميرتين بدلا ما يكون هناك ثلاث كاميرات الكاميرات الكاميرا الأساسية نفس الشيء الخمسين ميجابيكسل الجديد التي جاءت على 8 برو جاءت هنا لكن الألوان الموجودة هنا ستكون الـ 12 ميجابيكسل من السنة الماضية التي كانت موجودة على الPixel 7 برو هذه هي التي تغيروها من السنة الجديدة الماضية فقط الشاشة لدينا هنا موجودة 6.2 بدلا ما تكون 6.3 ستكون فلات لا مشكلة لكن تجددوها الآن سوف نظهر إلى 120 هرتز على الـ refresh rate بدلا ما تكون التسعين التي ترونها في هذه الماضية على اليمين الـ volume rocker والـ power button على الشمال الـ SIM card وعننا E-SIM موجودة في قلب التليفون مثل الريدر هنا الـ fingerprint sensor موجودة للداخل وعننا أيضا الـ USB-C لتحت الـ stereo speakers موجودين لفوق نستطيع أن نشارج التليفون ونتسمع على الموسيقى وعننا أيضا الكاميرات الكاميرا موجودة وتعطينا أيضا فيديو جميلة جميلة على التليفون هذا هو اللون الجديد الـ Hazel من السن الماضي الذي نزلوه الآن على الـ Pixel 8 ولكن غير الفيزور يصبح لهم يعطينا لونين على التليفون يصبح لون نفسه ولكن يتجدد لفوق على العلبة شكله لم تكن غامقه ولكن عندما نرى بالمضبوط شكله جميل بعدين عندما نظهر بالعلبة نرى الـ USB-A للـ USB-C لنستطيع أن نوصل ونبع المعلومات من التليفون القديم للجديد شريط الـ USB-C ليس لدينا شريط للشريط التي نستعملها عادة نستطيع أن نشر تقريبا 30 واط على هذا التليفون ودينا أيضا المعلومات هنا وهذا التليفون وهذا التليفون وهذا الـ Pixel 8 إذا كنت تفكروا يجبوه شكله جميل وخبرة وخبرة خففة ولكن نفس الحاسوب ودينا أمكانات جديدة لـ 120 هرتز هؤلنا هنا تلات تليفونات الـ Bay الأزرى الأبسادين الأسود والـ Porcelain الأبيض على الكريم هكذا موجودة دعنا نقلبهم الأزرى أنا عندي واحد من شركة Team Pixel الله يجعلهم أعطوا لي هذا شكله جميل كما تخبرنا الكاميرات الموجودة تغيروا قليلاً عن السنة الماضية الشيء الوحيد الذي يزبطوها أنه غيروا الكاميرا الأساسية جددوها وعطونا F1.7 فتحوا الـ Aputure حتى تقدروا ضوء أحسن الكاميرا الـ Ultra Wide تغيرت كمان كانت 12 ميجا بيكسل الكاميرا السنة الماضية هذه الموجودة على 7 Pro الموجودة هنا صارت الآن 48 أول شيء الأساسية 50 الثاني Ultra Wide والتليفوت اثنائتهم 48 اثنائتهم اثنائتهم تجددون عندما نضعهم فوق بعض نرى أنه على القليلة هناك فرق بيناتهم لا يتسكروا على بعض ترى أنه هناك فتحة بيناتهم هذه لأن الكاميرا هنا كبرت قليلاً لكن الموقع الـ Fingerprint Sensor الفتحة لفوق وكل هذه الشغلات موجودة وتعيت الراديو قلبوها من فوق من شمال على اليمين لم تغيروا كثيراً ومن تحت لدينا نفس الشيء شكلها كثير حلو واللونة رغم أنه لا يبين كثيراً الأزرق وعليه قليلة زرق موجودة بالفتحة الموجودة بالفتحة مثل ما قلت لكم الـ Temperature Sensor لدينا اللونين كمان هنا لدينا الأسود هذا الأبسيدين شكله كثيراً جميل وكمان عنده قليلة سواد بالفتحة الموجودة بالفتحة والبورسلان شكله جميلة كثيراً صراحيًا عندما نتحدث عن كل الألوان هؤلاء سيكونوا كثيراً ويجب أن تختاروا المعجبين فيه كثيراً على القليلة من الناس أنا صراحة لا أفنس عليكم الأزرق أحد شيئاً ولكن أريد أن أختار واحد آخر سيكون تبعي الأبسيدين أعرف كثيراً كيف يحبون المسميين البورسلان ولكن شكله جميل لا يكون لدينا أي أشكال وكوكل عملت كثير منيح أنا مأكد أن نتفكرون كيفك يا طارق تجلب كل هذه التلفونات وصل لك سنتين أنا لا أشتريهم كلهم صراحة صراحة لدي زملاء يشترون تلفونات في نفس الوقت التي أنا أشتريها وصادفت أن يجلبوا ألوان غير اللون طبعاً والشغل الثاني أيضاً أن أجلب التلفون زيادة لأبني أنا أيضاً أجل التلفون من شركة جوجل مع تيم بيكسل هذه العلبة الزرق 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 وكما أجل الساعة الزرق الزرق هذه أيضاً من شركة جوجل شكراً جزيلاً أن أجلتها ستستعملوا لا تنسوا إذا تحبوا ترى الفيديو لا أعرف أنه بالإنجليزية ولكن نزلت فيديو أنا عن الساعة كان لدي السوداء تقريباً جمعتين هذه الواي فاي وليس الـ LTE نزلت الفيديو على القناة الإنجليزية ولكن إذا كنت تعرفوا معنوات زيادة عن التلفون خبروني تحت وقالوا لي ماذا رأيكم فيهم وماذا الألوان التي تعتبرون فيها ما أجل الألوان أنا أتحدث عن الألوان الزرق الأسود أو الكرام معناتهم أيضاً مجرد ما أجلبوا هذا تكونوا مبسوطين فيه يمكنكم أن تغيروا الباند قبل ما أجلبكم أجلبوا عدة ألوان وكل الشيء جيد أنا أول ما بلشت استعملهم لما كنت أستعمل الواي فاي أخذ الباند من الأبيض من السنوات الماضية التي كانت لدي ركبت عليها وعملتها مثل لون الباندا الأبيض والأسود شكل جيد أو تقريباً هياً شكراً لكم على كل الناس إن شاء الله تكون عجبكم هذا الفيديو وخبروني تحت بالنوت ما تحبوني أن أركز عليها التليفون وبشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد يلا مع السلامة